لا يختلف اثنان بأن الوجود الأمريكي في العراق واحتلالها له أدى إلى دمار كبير إلا بالنسبة للحكومة الحالية التي يقودها حيدر العبادي وتطالب حاليا ببقاء قوات الأجنبية في البلاد بذريعة الحاجة إليها بعد الأصوات التي تعالت في البرلمان في العراق وصوتت لصالح جدولة خروج القوات الأجنبية منه ها هي تتعالى أصوات أخرى من البيت الأمريكي هذه المرة على مبدأ الشهد شاهد من أهله هذه الشهادة من عضو الكونغريس الأمريكي السابق رون بول الذي قال إن الحرب الأمريكية لتغيير النظام في العراق أدت إلى مقتل ما لا يقل عن ربع مليون مدني وربما بشكل غير مباشر قتل مليون عراقي آخرين إضافة إلى تدمير البنية التحتية وانحصار التنمية بالبلاد عقودا عدة وبعيدا عن الديمقراطية التي وعدت بها أمريكا يؤكد السيناتور الأمريكي في مقال له بصحيفة تايمز انتر بريسيا إن العراق يعاني من جحيم على أرضه بسبب استخدام الجيش الأمريكي اليورانيوم المخضب والفسفورة بقصف المدنيين بعد 15 عاما إذن عن احتلال العراق تبرز تنقضات عدة في المشهد السياسي بين رأي خارجي يدعو لخروج القوات الأمريكية من البلاد وبين رأي آخر يقوده حيدر لعبادي يعترف بأن قوات الناتو والدول الأوروبية لم ترغب في دخول العراق ويتباهى بأنه أقنعها بالدخول خليكم واضحة سيدة تكلم علي الناتو لم يأتوا اعتبروا قضية خسارة داعش مسيطرة ويتصوروا داعش رح تنتشر الصوروا أن يأتون بدور أن الناتو يحاربون داعش ربما البعض خافت لأن الناتو فرقها عن باقي الدول يتخذون قرارها بالإجماع 28 دولة يكون الصوت إذا دولة توقفت يوقف المشروع كان أكو مخاوف عدد الدول الأوروبية سيدخلون في قتال وتنعكس عليهم بأعمال أرهابية تناقضات يبدو أنها تسير في لعبة يقودها العبادي لموازنة بين أمريكا وإيران للبقاء أكبر وقت في السلطة وكسب ود الطرفين لتوسيع نفوذهما في صراع يظهر أقربي توزيع الأدوار بين الدولتين التي اتفقتا على غزو العراق والبقاء فيه أطول مدة واختلفتا على توزيع الغنائم فيه بينما لا يزال العراقيون هم الخاسر الوحيد فلا الديمقراطية أتت ولا الحكومة تستمع لدعوى خروج المحتلين من العراق